موسيقى السلام عليكم جميعنا يعاني من القلق بأشكال ودرجات مختلفة تزايد ضغوطات الحياة ألام وفشل الماضي الخوف من المستقبل حوادث ذات أثر كبير كوفاة أحد المقربين أو فسق علاقة هم الرغبات والاحتياجات والتوقعات غير المحققة في العلاقات والإنجازات والمظهر جميعها أسباب لشعورنا بالقلق والتوتر والعيش في الماضي وجلد الذات ولوم الذات بشكل مستمر بصورة قد تؤثر على حياتنا الاجتماعي وفي حال استمرار هذا الوضع لفترة طويلة قد يمثل خطرا على مناعة الشخص وعلى صحتها العقلية والجسدية لذلك علينا دائما المقاومة بالاسترخاء وعدم إجهاد النفس بلومها بشكل قاسي مستمر وغير صحي قد يوصلنا مع الوقت إلى العجز عن مسامحة وتقبل أنفسنا أو يفقدنا مع الوقت تصالح مع الذات والثقة في النفس والشعور بالطمأنينة والأمل في الغد فلنهوّن على أنفسنا قليلا ونخفف من تحميلها بما لا تستطيع تحمله لا تلوم نفسك على أي شيء لم يكن أمره بيدك أو كنت على قناعة تامة بأنك بذلت فيه كل ما في وسعك ولا تلوم نفسك على أخطاء الآخرين نتأكد بأن الماضي ماضم لا يمكننا أن نغيره وما حدث قد حدث وجلد النفس ولوم الذات والنظر بشكل مستمر إلى الماضي لن يغيروا شيئا كل ما سيفعلانه هو أن يزيد شعورك سوءا ويعيدك للخلف خطوات نحاسب أنفسنا نعم ولكن بشعور إيجابي ناضج نضع أيدينا فيه على نقاط الضعف ونقومها نتصالح مع ذاتنا ونتقبل عدم الكمال ونتقبل أقدرنا وما لا يمكن تغيره نتخلص من المشاعر السلبية ونفعل كل ما يشعرنا بالسعادة ويمنحنا مشاعر إيجابية وأخيرا وأهم شيء نتقرب من الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن به ونستعين به دائما ولا نيأس إن ذكر الله يزيل القلق والمخاوف والأفكار والتصورات السلبية ودائما يضعنا في الطريق القوي والله يحبظكم ويحبظكم ترجمة نانسي قنقر